تعال بقى كريم نبدأ بيعني قرع الدوري أبطال أفريقيا أصلاح نكلمنا عن دوري أبطال أوروبا صحيح صحيح طيب نبتدي معاكم بحديث الساعة طبعا اللي بيهم الجماهير الأهلوية بصفة خاصة وطبعا الجماهير كرة القدم المصرية بشكل عام وهي قرع الدوري أبطال أو دوري المجموعات لبطول الدوري أبطال أفريقيا اللي كان المفروض إنها تقام النهاردة لكن اللي حصل إن الكاف أعلن عن تأجيلها لأجل غير مسمى حتى هذه اللحظة لسه مش عارفين تأجيلة لإمتى بالضبط خلونا نتكلم شوية عن تفاصيل القرعة دي وتصنيف الفرق في البطولة اللي بيشارك فيها طبعا ندينة العظيم الأكثر تتويجا باللقب الإفريقي ومعاه أكيد من مصر نادي الزمالك حنقول لحضراتكم تصنيف الأندية المشاركة في البطولة ونظام دوري المجموعات حيكون عامل فيها إزاي وفرص كل فريق في بلوغ الأدوار النهائية واصل لدرجتي أولا قبل بس ما نتكلم حابين يعني نقول لحضراتكم حاجة مهمة جدا بنتوجه بيها لجماهير النادي الأهلي إحنا تقريبا كل موسم بنشارك في دوري أبطال إفريقيا بشكل يعني مستمر دي نقطة ده غير إننا أصحاب أصلا الرقم القياسي في حصد اللقب برصيد عشر ألقاب بداية من أول لقب لنا سنة 82 لحضراتكم فاكرين وحتى النجمة العشرة فيه عشرين واحد وعشرين يعني نسبة نجاح ساحقة لمشاركة المارد الأحمر في هذه البطولة وهي البطولة تعتبر الأغلى والأكبر وده تاريخ النادي الأهلي العظيم من منافسات القرية ده طبعا غير عدد بطولات السوبر الإفريقي والمشاركات المونديالية كلها حصري وأصيل لجماهير النادي الأهلي وليها إن هي تفتخر بهذا التاريخ المشرف أنا ليه بقول لحضراتكم الكلمتين دول ومن البداية كده عشان نعرف الجماهير إن كل المنافسين حيعملوا للنادي الأهلي مليون حساب هم عارفين كويس قوي إن أنت أقوى فريق في القارة وإن أنت الوحيد تقريبا اللي مستوى شبه ثابت بشكل مستمر النادي الأهلي لعب التلات نهائيات الأخيرة على التوالي كسب اتنين منهم وخسر نهائي خارج ملعبه أمام الوداد طبعا حكيت حضراتكم فاكرين المباراة اللي كان ليها ظروف وملبسات غريبة حبتين بس يعني ده يدي حضراتكم نبزة بس عن تاريخ النادي الأهلي يعمل إزاي إفريقيا أنا بتتفق معكم